اشتركوا في القناة فرنسا وازمة الباق الممرضة فلورنس ستصدر الترند نوير يتسبب في حالة اكتئاب على السوشيال ميديا ويلا بينا نعرف كل التفاصيل اول خبر تصدر الترند معنا النهاردة فهو متعلق بحالة الزعر اللي بيعيش على الشعب الفرنسي وبعض الدول الاوروبية وكمان المغرب والجزائر وده بسبب انتشار حشرة الباق بأعداد كبيرة جدا جدا في المنازل وكمان الاماكن العامة والمدارس وكان من اكتر الصور والفيديوز اللي حققت ملايين المتابعة مشاهد لأثاس البيوت الخاص بالفرنسيين واللي مرمي في الشوارع زي ما احنا شايفين دلوقتي في الفيديوز والصور المشكلة انه الجزائر والمغرب اعلنوا حالة الطوارئ لانهما اكتشفوا ان فيه سفن شح قادمة من فرنسا وخصوصا مارسيليا منتشر فيها الباق بشكل كبير جدا جدا وعشان نعرف اكتر عن الازمة دي حيكون معنا دلوقتي مداخلة من الدكتور نادر نور الدين واستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة اهلا بحضرتك كيف انتم اهلا بيكي صباح الخير صباح النور في البداية ايه تفسير حضرتك للظاهرة بتاعة الباق والله هو يعني تفسيرات كثيرة منها انه تكرار استخدام المبيدات يعني مختلف انواع المبيدات الكيميائية وقد تؤدي لخلق اجيال جديدة من الحشرات بنعاني منها في القطاع الزراعي اكتسبت مناعة كبيرة حتى انه الاطباء المعالجين للبشر بيحذروا من الافراض في استخدام المضادات الحيوية علشان الميكروبات ما تاخدش مناعة ويظهر بعد كده دي لجيل من البكتيريا او الميكروبات الممرضة المقاومة للمضادات الحيوية لانه حتى لو نجى ميكروب واحد من المضادات الحيوية فمعناه انه بعد كده حيتكاثر ويمتج ملايين الميكروبات التي اصبحت عندها ديها مناعة نفس الكلام بيحصل في الحشرات ان تكرار استخدام مبيدات بعينها بتؤدي الى اكتسابها لمناعة وفي نفس الوقت بتخلق اجيال جديدة من الميكروبات المضادة للمبيدات ونفس الكلام في حشائش حتى في الحشائش من قاومها علشان لا تشارك النباتات والمحاصيل في امتصاص العناصر الجزائية وغذائها من التربة وجدنا ايضا ان خلقنا حشائش عمضاقة مقاومة لتأثير المبيدات الحشرية وبالتالي كل مبيدات الحشائش اصبحت الان بعضها كثير منها مقاومة للمبيدات وبالتالي الامر بنتوجب ان احنا من وقت بالتاني نجدد المادة الكيميائية الفعالة اللي بتتعامل سواء مع مع الحشائش او مع الحشرات التفسير الفرنسي قال انه ده نوع جديد نتيجة للإفراد في استخدام المبيدات بطاق الفراش فبالتالي ادى الى خلق جيل جديد لا يستجيب لاي مبيدات والامر يحتاج انواع جديدة غير معروفة من قبل ولكن بعض التفسيرات الغربية قالوا يجب ايضا ان لا نستبعد تصنيع القنابل البيولوجية او الحرب البيولوجية لأن كثيرا من المعامر البيولوجية بتنتج انواع كثير من الحشرات المزعجة يعني يمكن في الشرق الاوطف من نحو سنتين ثلاثة ظهر انواع يعني غازة المنازل عبارة عن تراثير صغيرة لا تستجيب لاي نوع من المبيدات واستمر نحو شهرين ثلاثة ثم اختفت كما ظهرت فبرضو لا يجب ان نستبعد انها ايضا تجارب على انتاج القنابل البيولوجية او نوع من استخدامات للحروب البيولوجية فالتجارب احيانا بيظهر منها او بيهرب من المعامل اديم زي بالزبط امفلوانزة الاخيرة او الكورونا اللي تموها الكورونا المستجزة لانه لم تكن موجودة من قبل وبالتالي قد تكون نتاج انها خرجت من اماكن بيولوجية او معامل بيولوجية تقيمة فيها صديد فيجب ان نضع كل هذه الامور انها الافراز في استخدام المبيدات والمضادات الحيوية غير مضحوظ ان ايضا التجارب البيولوجية لا يجب ان تتم في مناطق بها كثافة سكانية طب دكتور نيدر ازاي احنا نحمي البيوت من الحشرة دي النضافة النضافة هي اولاً وقبل اي شيء طبعاً بعد التفسيرات بتتكلم على ان بط الفراش بينطبق عليه نظرية الخلق الذاتي يعني معنا ان وضع السرير جنب الاسرة جنب الحوائد ان الواحد ينام لازق في الحيطة النفس بتاعه بيضرب في الحيطة بعد شوية تلاقي بدأ تظهر بقع بنيت اللون ثم تتحول الى بق فبالتالي يفضل ان يكون الاسرة بعيداً عن الحوائد ما يبقاش في زحمة في غرط النوم ينام فيها اعداد كبيرة انما والنضافة اليومية وملاحظة اي تغيرات على الحوائد او في الاسرة وطول ما في نضافة طول ما في اماكن بيسخل فيها الشمس وكانت الحشرات مش بتتأثر كثيراً في الشمس الا زي كانت شمس مباشرة فوق 45 او ثلج مباشر نائز 30 درجة فبالتالي بس هي النضافة والاقتعاد عن الاسرة وانه دايماً نهتم بالنضافة اليومية لغرف النوم على وجه المخصوص حتى لا يبدأ فيها هذه الحشرة في التكون كخلق ذات ثم تنتشر بعد ذلك الى البيوت المجاورة والشوهة المجاورة دكتور نيدر نورزين بشكر حضرتك جداً على مداخلتك معنا الزكاء الاصطناعي لسه بيبهرنا في الايام اللي فاتت اسم الممرضة فلورنس اتصدر الترند على مستوى العالم وده ببساطة لانها اول ممرضة افتراضية عشان تساعد الناس ان هما يقلعوا عن التدخين من غير ما يحتاجوا ان هما يروحوا للدكتور منظمة الصحة العالمية كانت اعلنت عن الخبر على موقعها رسمي في شهر اغسطس اللي فات ولكن خير الايام اللي فاتت بدأ العمل الرسمي لها الجميل في الموضوع ان التواصل مع فلورنس بيكون عن طريق مكالمات الصوت او الفيديو يعني هتقدر تتعامل معها كأنك بالزبط بتتكلم مع دكتور حقيقي وخصوصاً ان منظمة الصحة العالمية زودوها بكل المعلومات اللازمة للرد على اي سؤال حوالين الاقلاع عن التدخين والانزمة الغذائية والانشطة البدنية اللازمة وكمان ازاي يقدر يتعامل مع التوتر الناتج عن الاقلاع عن التدخين والشيء الهيل جداً في التطبيق انه بيدعم اكتر من لغة منها اللغة العربية طبعاً ويقدر اي حد يوصله بسهولة عن طريق موقع منظمة الصحة العالمية وبكده نكون خلصنا فقر ترانز اف دي ويك محدش يقدر ينكر ان الفيديو جيمز ما بقيتش حاجة للاطفال وبس ولكن في كتير من الكبار عندهم شغف كبير ناحيتها طبعاً واهتمام من نوع مختلف خالص ضفنا النهاردة حبه وشغفه للفيديو جيمز خلاه يحترف الموضوع ويشارك فيه بطولات عالمية ليها علاقة بالالعاب الالكترونية ولان الموضوع مش كل ناس تعرف عنه وفيه طبعاً تفاصيل كتير قوي فحندخل في الموضوع على طول ونرحب بضفنا رامي سعد اللاعب نادي الناص للالعاب الالكترونية بالامارات اهلا بك يا رامي ازاك رامي عامل ناية كله تمام الحمد لله طبعاً انا بالنسبالي الموضوع ده حسن انهاردة لو امني يتفرج على الحلقة حيجيله حلقة من الانيار العاصبي يعني هو هيبتدي يقول لي مامي انت اول حاجة قلتها في حياتي متعودش كتير على الفيديو جيمز لا وده حقيقي صح مايعودش كتير على الفيديو جيمز ان انت تحترف اللعبة ده مختلف ان انت ضيع وقتك فيه يعني فيه فرق كبير مما بين الموضوع ده والناس بتخلط برضو ما بين ان انت تضيع وقتك في الجيمز وان ان انت تحترفها لا الموضوع مش ماوليش علاقة الاتنين يمشوا مع بعض مذاكرتك مهمة وان انت تبقى شاطر في اللعبة او ان انت تحترفها لما تكبر ده حاجة تانية خالص طيب احنا احكي لنا الموضوع ازاي اصلا بدأ معك من الاول يا رو انا من وانا صغير كنت بعرف علعب يعني انا بحب الكورة من صغري فكنت بعرف علعب كورة فكانت اللعبة اللي انا كنت بحب علعبة اسمها Pro Evolution دي لعبة ما بقتش دلوقتي اجمد حاجة دلوقتي بقت فيفا بس من وقت Pro Evolution وانا عامد 14 سنة كنت بخش بطولات وبكسب فلقيت نفسي شاطر في الحتة دي فقعدت اخش بطرات وبكسب كتير اول حد 2018 لما نقلت بقى ان انا ألعب في فيفا كان بقى في حاجة اسمها e-sports في العالم انا ما كنتش عارف عنه الصراحة طيب اشرح لنا ده ايه؟ اشرح لنا كده هي دي الرياضة الالكترونية ان انت بتعرف تلعب جيم فبيبقى فيها احتراف زيها زي كورة القدم زي التنس زي كورة اليد زي اي رياضة انت عندك موهبة في حاجة معينة في الرياضة ديت فبتحترفها بتلاقي ان في نادي بيبقى عايزة اتعاقد معك علشان اسمه يبقى مقترن بالرقم واحد مثلا او حد ورامي زي كده رياضات يعني انت بتتدرب ومعاك مدرب ولا انت بتدرب نفسك ولا ايه اللي بيحصل في مدربين في مدربين طبعا انا بالنسبة لي في اللعبة بتاعتنا بيبقى المدرب دوره في ان انت اللي بتلعب اللعبة انت بتلعبها بكل حواسك فانت بتبقي دخلة فيها بكل قضاءك انت بتفكري فيها في كل تنتوفة صغيرة فالمدرب دوره ان هو لا رامي خبالك انت بتعمل الحاجة الفورانية غلط صلحها خبالك انت مثلا اللي قدامك بيلعب على حاجة معينة انت مش واخبالك منها وهكذا ودوره بيبقى اكتر زهني فان هو يحضرني انا للبطولات بقى زهنيا ونفسيا ويبقى في نفس الوقت تقنيا في اللعب بيممكن يوجهني شوية حاجات او يعني هي زيها زي اي رياضة موجودة ليها مدرب وليها معي التمارين وليها ان انت تكون مركز فيها وتبقى نين كويس ووكل كويس وكل حاجة طبعا طبعا كل ده وليها بقى حاجاتها الخاصة يعني مثلا ان احنا بنلعب بادينا فبيبقى فيه حاجات مخصوصة لان انت ايديك ما تبقىش زعل لان من التوتر والضغط انا عايز اقولك ان بيبقى فيه بطولات بيبقى فيه عدد جماهير مهول الاستاذ متقفل وهما بيتفرجوا على خمس افراد بيلعب خمس افراد او فرد بيلعب فرد فالضغوطات دي بتخلي بقى اكيد فيه توتر طبعا زي اي رياضة بالزبط فاحنا بيبقى لعبنا كله في ادينا فانت فيه حاجة مخصوصة ان انت تبقى تفرج فيها ايديك علشان تبقى ايديك سخنة متبقاش ساعة فرد فعلك يبقى سريع وحكذا طب انا يعني انا عايز اقولك ان لو انا عادة بالعب جيمة على الموبايل بتاعي انا مثلا ومسكة الموبايل نفسها يعني ساعات بحيث ان مثلا الجزء ده ابتدى يرجعني بعد فترة وبجد ساعات ممكن يفضل وجعني لمدة يوم ولا يومين انت بتعمل ايه في الموضوع ده يعني اكيد دي مش حاجة صحية لإيدك مثلا يعني امتا بيبقى يعني الجانب الرياضي او الجثماني في الموضوع بيبقى مهم جدا برضو انت لازم تبقى واخد بالك من صحتك لان قعدتك على الكرسي كتير بقولك 8 او 10 ساعات دي ممكن تأذين وإيدك وضهرك اكيد طبعا الحاجات دي كلها بناخد بنا منها بتعمل ايه طب قول لنا فيه تمارين معينة بنعملها في ايدينا بس يعني مش شرط ان احنا كلنا بنعملها لانها مش لازم يجيلي كرامبس في الحتة دي بس هو الاغلب هتلاقي الاسبورتس بلايرز معتدين علي ان هم بيبقى فيه دايما روتين جثماني لان بدل ما انت قاعد انت مطمئنش ايها غير انت قاعد بتلعب فانت لازم تحرك جسمك لان حركة الجسم دي بتفيد اكيد طيب ده بالنسبة جثمانيا حد بيلعب رياضة او العاب الكترونية طيب بالنسبة لبقى عقليا انت ما بتحسش ان من كتر ما انت مسلا يعني حاجات اللحنانية بنقولها لولادنا يا جماعة ما تقعدوش تلعبوا جيمس كتير يا جماعة ما تقافش كتير قدام البلاي ستيشن ما تقعدش تعمل كذا صح فايه اللي بيحصل لك انت بقى كحد قاعد دي الرياضة اللي هو بيلعبها واكيد هي بتأثر شوية صحوها لا خصوصا انت بتقولي بتتمرن وبتعط ساعات كتيرة جدا بص انت تتعاملي معا ان هي شغل يعني ما هو ناس كتير بتشتغل وبتقضي قدام اللابتوب ولا الكمبيوتر عشر او اتناشر ساعة طيب هما بيعملوا ايه علشان يبقوا ذهنيا في حالة سليمة ده شغلهم فانا شغلتي ان انا اقضي عشر او اتناشر ساعة في اليوم قدام الكمبيوتر بس فيه فرق ما بين ان انا ابقى 16 سنة او اكبر ومحترف اللعبة ففيه نادي بيتعمني وفيه مدرب واخب باله مني وانا واخب باله من صحتي واكلي زيها زي لعيب الكورة لعيب الكورة بيقضي كم ساعة في التمرين في اليوم خمس ساعة تمرين فهو واخب باله من صحته وجسمه وهكذا بس الفيديو جيمز خلينا متفقين ان هي مش زيها زي كورة السلق او كورة القدم ان انت بتبقى بجد مركز جوا لعبة جامد جدا طبيعي صح لانت بتقولي بحيس انه خطر يعني انا طبعا مش دكتورة بس يعني ايه 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 ده ما صح اه بس ارجع تاني واقولك 16 سنة فيه ما فوق ده ممكن يكون السن اللي انت تحترف في اللعبة 16 سنة فيه متع يعني اقل من 16 لا مفهاش احتراف ولا ان انت تعد تلعب 8 ساعات لو بتعد تلعب 18 ساعات انت لسه مفيش لا نادي ولا احتراف ولا حتى ده كرير انت ممكن يعني تفضل تحط فيه وقتك انت في السن ده انت بتهتم بدرستك طبعا يعني انا وانا صغير انا كنت مهتم بدرستي وكان اهلي بيبقوا شايفين ان طالما انا درجاتي كويسة وبذاكر فخلاص ما فيش معانا ان هو هيعمل لانا وفي نفس الوقت انا ما كنت شبابا الوقت ده على طول يعني انا كنت ممكن في اليوم لغاية دلوقتي فاول اللعبة ما بتنزل انا عشان اعرف اللعبة واعرف الميكانيكس بتاعت اللعبة او ممكن يكون بقضي في الاول مثلا شهر او شهر ونص من اصدار اللعبة لا لا خالص بس بعد كده بقى بلعب ايه تلات اربعة ساعات لان في اللعبة مثلا بتاعتنا الكرياتيفتي عالية يعني لازم تكون كرياتيف فلو حصل ان انا هفضل احرق زيني في اليوم كتير مش حارف اقدي بالكرياتيفتي المطلوبة بالنسبة لي هل في بقى نوادي في مصر يعني عندها فرق للفيديو جيمس في من في خلال كم سنة اللي فاتوا وبتدى الموضوع يكبر اكتر في مصر يعني طبعا الموضوع في العالم كبير جدا بس الموضوع البتدى يخش مؤخرا عندنا في مصر من اربعة خمس سنين لسه جديد يعني لسه جديد بس الموضوع بيكبر سنة عام سنة يعني بريت عالي جدا طب وانت مشترك في الاتحاد المصري الالعاب الالكترونية اشتركت او اشتركت يعني دون الاستمرار وماليتها فمشترك بيفرق في ايه بقى ان انت تشترك بص هو دور الاتحاد عمتا في كل الدول ان هو بيساعد على نشر اللعبة وفي نفس الوقت بيبقى شبه مساعد او هو اللي بيكون القوانين اللي بيبقى كل عناصر اللعبة بتمشي عليها اوكي فانت عندك دروقتي اندية ومدرب ولعيب وكل العناصر اللي مشترك في اللعبة بيبقوا تحت الاتحاد علشان ما يبقاش فيه اي نزاعات ما بين كل العناصر دي وما يرفوش يروح يحتكموا منه فهو ده مهمة الاتحاد اوكي طيب كلمنا بقى عن الاحتراف بتاع الفيديو جيمز برا مصر الاحتراف بتاع الفيديو جيمز برا مصر هو موضوع مختلف تماما لان الكلام اللي انا بقولك عليه ده هم فاهمين وعارفين عشان اقدم مثلا احنا لسا بتقول بقى لنا اربع خمس سنين بس بالزبط يعني انا مثلا ما كنت زي ما قلتلك انا في 2018 ما كنتش اعرف ان في حاجة اسمها رياضة الكترونية بعد 2018 بقيت عارف ان في حاجة اسمها رياضة الكترونية وبقيت عارف ان في حاجة اسمها مدرب والمدرب انت بيعد تتكلم معاه وتشوف انت عندك ايه مشاكل طب انت زهنيا ليه ما بتبقاش جاهز للمطشاط بتتوتر فانعمليه في التوتر ده ايه الضغوطات اللي عليك هو النادي بياخد باله من حياتك لان هو ده بيستثمر فيك يعني هو بيدي لك بيدعمك كل الدعم علشان تقدر ان انت تحقق ارقام وقتولات فالدعم ده انا مكنش تخيل انه ممكن يكون موجود قبل 2018 وبعد 2018 هو ده اللي الانديين العالمية بتعمله ان انا هاخد اللعيب هدعمو المشاكل اللي عندك اسمعوه ويحاولوه كل المشاكل طب ايه هي البطولات اللي انت شاركت فيها وفين البطولات قبل 2018 كانت البطولات المحلية كانت اكبر بطولة هنا كانت اه متعملت في 2018 كانت بتاعد تركيا الشيختي كتت اكبر بطولة وبعد 2018 كانت مصر أصلاً مش مؤهلة إن هي تشارك في البطرات العالمية المنظمة من إي إي سبورت اللي هي الشركة اللي عاملة لعبة فيفا فإحنا من 2019 تقريباً أو 2020 خلاص بقينا إليجبل إن إحنا نشارك في البطرات دي فساعتها شاركت في تشامبينس كوب في رومانيا وكاس العالم الأندية في إيطاليا ميلان طيب رامي لو في حد عايز يحترف الفيديو جيمز يبدأ من فين ويعمل إيه؟ هو الموضوع بيبقى كل اللعبة بيبقى لها حاجة اسمها ليدربورد لها حاجة اسمها؟ ليدربورد ليدربورد دي حاجة عالمية لو أنت جامد في اللعبة بيبقى لك زي عدد نقاط أنت بتجمعه سكير ريت فلو أنت جامد هيبقى السكير ريت بتاعك عليه وبالتالي هتلاقي الأندية هالي بتكلمك في اللعبة مثلاً بتاعت اللعبة لعبها لو انت جامد برضو هتبقى بتخش بطولات لان انت بتلاقي نفسك مثلا بتلعب مع صحابك مع ناس انت بتعرفهم مش بتكسب فبتخش بطولات من كتر ما بتكسب بطولات كل ما اسمك هيبقى يتعرف وهتلاقي الاندية بتكلموك زي اللي حصل معاي انا كنت بكسب بطولات فنادي ناصر بتاع الامارات اما كلمني قال لي عايز تلعب حياته تحترف فقلت له تمام فهو موضوع بيمش كده ان انت بتبقى عندك موهبة وبتكسب فالنادي هو اللي هيجي لك طب اي هي الالعاب ولا كل الالعاب الموجودة بيبقى ليها احتراف ونادي ومش كل الالعاب الالعاب بيبقى ليها اليموت بيبقى ليها ملتي بلاير بنعم ان انا مثلا ممكن اقللك في لعبة زي باتمن باتمن دي لعبة حلوة جدا ما ضع بها بث هيه قال انت بتخلص القصة وفيها لعبة تانية زي بقى ليجوب لļجنز وValorant دي لعب ملتي بلاير انها انت بتلاعب لحد ففي أغلب اللعب القوية اللي أنت بتلاعب فيها شخص قدامك بيبقى ليها إي سبورتس طب هل مثلا فيه ألعاب بتاعتها الزكاء ولا هي بتبقى هي كل اللعب معتاك الزكاء أكيد طبعا بس أنا قصدي يعني مش بتبقى مثلا زي FIFA ما بتبقى زي كورة ما بتبقى زي في League of Legends دي لعبة strategy إنت خمسة ضد خمسة بيبقى مهمتها أن أنت مثلا تدمر towers معينة وتروح البلقة للبيز وتدمرها فدي لعبة استراتيجيات كتير جدا لا أنا قصدي لعب زي مثلا الشطرنج تشاس ما ديه حاجة شبه كده ما فيش شطرنج يعني بالشطرنج بس هي كل الألعاب تبقى محتاجة استراتيجيات معينة ومحتاجة قدر كبيرة من الزكاء طيب إيه هي البطولات اللي أنت هتشارك فيها في الفترة اللي جاية بالنسبة لـ FC24 كان هي اللعبة اصدرت سبتمبر 22 ومع كل إصدار اللعبة هتنزل كل سنة إيه بتعلن؟ إيه الخريطة بتاعة الموسم التنافسي يعني فالموسم ده في بطولة تأهلية للبطولات الإقليمية اللي هتتلعب فأنا حاليا بلعب البطولات التأهلية ديت وإن شاء الله لو تأهلت لها هلعب في نص أكتوبر البطولة الإقليمية ولو تأهلت البطولة الإقليمية دي هتسافر بقى لندن إن شاء الله في نص نوبمبر ألعب بطولة التأهل لكاس العالم يعني هي كلها كلها كوالفايرز يعني بصراحة يا رامي ربنا يوفقك وإحنا بندعي لك ويا رب تشرفنا في كل حتة بتروحها الله يكريم ويعمل لك أحسن حاجة بإذن الله وبشكرك جدا 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 على وجودك معايا النهار أنا المتشاكر جدا أنتم كنت مصطدفيني برسيلك يا رامي شكرا وبكده تكون خرصت حلقتنا نشوفكم الأسبوع الجاي في نفس المعايد وحلقة جديدة إن شاء الله باي باي